طالب أهالي حي الخضراء المعروف محليا باسم منطقة أجبيل أجهات الحكومية المعنية بحل معضيلة إدارية تقف عائقا أمام تقديم خدمات أساسية للمنطقة وبعد توقف الأمطار منذ نحو أسبوع كامل ما زالت شوارع المنطقة وأزقتها مليئة بمياه الأمطار المتجمعة حتى الآن مما عرقل حركة الأهالي الواقعة في القاطع الجنوبي بمدينة الفلوجة عن مواصلة سير أيامهم بشكل معتاد ويعاني أهالي الجبال مشكلة أساسية تكمن في تحديد الحدود الإدارية للمنطقة التي تأسست منذ أربعين عاما فقد أمضى الأهالي شهورا ينتقلون بين البلديات ودوائر المجاري حاملين مشاكلهم للبحث عن حل لها ولكن لا فائدة تذكر موسيقى هذه المنطقة طبعاً قبل 40 سنة تأسستها المنطقة وعندنا السندات بها توزيع قبل 40 سنة ولا بها خدمات لا مجاري لا بها تبليط حتى الكهرباء ما بها كهرباء يعني ما أدري ما سويها منطقة مظلمة حسب ما نراجع احنا يقولون هذه منطقة مظلمة يعني ما أدري منطقة حي جبويل حي جبويل من ضمن يعني ما داخلها بالتصميم الأساس من المجاري والله يا أخي صار أسبوع مطر ماكو هاي شوف فيضانا صارها طين ناعدني وأطفالنا ما يقدروا للمدارس لأنه طين يطلع حتى البيت ها ساعدنا بيوت ما يقدر نطلع خارج البيت لأن طين يقبال الباب صحي وهاي معاناتنا هاي صار فترة طويلة ما أكلها ما أحد يجيني